أول كوليرا انتشر في العديد من المدن أبرزها كاركوك حيث قارب عدد الإصابات فيها 600 إصابة ثم الناصرية والسليمانية في أربيل وغيرها من المحافظات مواطنون عربوا عن شكواهم من انتشار البرك المائية وتغير تركيبة المياه فيها في ظل غياب الرقابة الصحية بما حولها إلى بؤر مرضية تحوي فيروسات العديد من الأوبئة والله عميش نسوي لهم وهذا منهين الريحة قشرة من يصير الهواء منهينة وهذه مايات جايفة خيسة الميها مع حمر صاير الميه حمر من قدمة جمس بيه والوسائق بيه والحقارب بيه والحياية بيه ووصخين كلهم تأثر على الجهال نسوي كل ليرة كل شي يسوي يعني ريحة وصخة بشكل منه الهواء يجلون منهينة طباء مختصون يرون أن انتقال الوباء أمر يسير أذب مجرد توفر العوامل المسببة له فأنه ينتقل من شخص لآخر فيما أسهمت الفحوصات الأولية في كشف حالات إصابات عدة وهي طريقة فعالة للقضاء أو التقليل من حدة المرض مرض الكوليرا هو مرض يسيب الجهاز الهضمي ويعاني المصاب من إسهال مائحات مع قيل ومعظم الحالات تكون حالات بسيطة ولكن بعض الحالات يصاحبها جفاف شديد مما يستوجب دخول المستشفى وينتقل المرض عن طريق تناول الطعام والماء المنوث وقد سجلت كاركوك أكثر من 900 حالة منذ بداية الوباء حيث بدأ الوباء في منتصف شهر حزيران حدة المرض المتوطن كما تقول وزارة الصحة تفاقمت خلال الأعوام القليلة الماضية ففي العام الجاري تجاوزت الإصابات الثلاثة ألاف إصابة فضلا عن تسجيل عدد من حالات الوفاة في هذا العام 2022 سجلنا إصابات عرف مسبوقة بالنسبة للسنوات الأخيرة على الأقل وانتم تعلمون أن هذا المرض مرض الكوليرا هو مرض متوطن في أغلب بلدان العالم ومنها الشرق الأوسع في العراق ومنذ قرون تسجل إصابات وموجات وبائية بكل بضع سنوات لحد الآن حالات تحت السيطرة 20 حالة وفاة فقط سجلت في هذا العام من أصل 3440 إصابة مؤكدة بالكوليرا الجماعة لقبعات اللازمة منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن العراق يقع ضمن أكثر الدول تأثرا بانتشار جديد لوباء الكوليرا فيما طالبت منظمة اليونسيف أجهات المانحة والمعنية بتقديم مساعدات عاجلة للتدخل بشكل سريع والحد من حالات الإصابة بالكوليرا مرجعة أسباب انتشاره إلى الفقر وتأثيرات التغير المناخي على البيئة العراقية سرمد القاس الحرة